مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم وبنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب عايزين الأول نقول لحضراتكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة السنة الجديدة سنة 2022 وكمان بمناسبة الاحتفال بميلاد شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الكلمة الذي سار جسدا وحلى بيننا صلتنا أن يبارك الرب حياتكم وأن يملأكم بسلامه وأن يحفظكم من كل شر ومن كل شبه شر وأن نقضي حياتنا وأيام غربتنا على هذه الأرض فيما خافته عاملين مرضاته مرة تانية كل سنة وحضراتكم طيبين مع بداية كل عام ناس كتيرة بتبدأ السنة بمحاولات لمعرفة ما الذي سيحدث هذه السنة وناس كتيرة بتحاول تعرف الغيب وناس كتيرة بتحاول تعرف المستخبي وعش كده العالم عنده طرق كثيرة بسميها طرق شيطانية بيستخدمها أهل العالم لكي ما يعرفوا كيف يعيشون أو كيف يسلكون وكلنا عارفين هذه الطرق الشغيرة ليست هي طرق رب طرق العالم الشيطانية لمعرفة الغيب ولمعرفة ما الذي سوف يحدث وما الذي سوف يسمح به الله وما هي إرادة الله لك ولحياتك ولبيتك ولأسرتك كلها طرق شيطانية من ضمن هذه الطرق كلنا عارفينها وبتظهر على شاشات التلفزيون وبتتنبأ بتنبؤات للسنة اللي جاية وللسنة اللي بعدها وللسنة اللي بعد بعدها يلجأ البعض أيضا للكروت لكي ما يعرف من خلالها أيضا ما الذي سوف يحدث كما يلجأ البعض إلى النجوم وإلى المجرات وحركتها لكي ما يعرف أيضا ما الذي سوف يحدث والبعض الآخر يمكن غلبان شوية بيبص فيه فنجان من الأهوى كل هذه طرق العالم طرق شيطانية وأتمنى من كل قلبي أن احنا لا ننجرف وراء هذه الطرق ولا نقترب منها لنها كالشبكة التي يلقيها الشيطان ومن يسكت فيها يضر روحيا ونفسيا وجسديا فلنبتعد عن كل طرق العالم الشيطانية لكن السؤال اللي دايما بيتردد والسؤال اللي أنا حابب أتكلم عليه النهار ده وأنا بعتبره فعلا من أهم الأسئلة اللي ممكن الإنسان يسألها وهو ما هي إرادة الله لي ما هي إرادة الله الله عايز مني إيه أو زي ما حطها بوليس الرسول عندما تقابل مع الرب في طريقه إلى دمشق وسأل الرب سؤال ماذا تريد مني أن أفعل رب عايز مني إيه وإحنا بندخل سنة جديدة هذا السؤال مهم جداً لنا كمؤمنين أولاً بالرب يسوع ولأي مشاهد أيضاً يشاهدنا حتى الذين لم يعرفوا الرب يسوع المخلص بعد هل ربنا له إرادة لحياتنا وما هي إرادة الله لحياتنا كأشخاص قبل ما أتكلم عن الإرادة الخاصة بتاعة الله لنا كأشخاص لازم أفرق ما بين نوعين من إرادة الله لما نتكلم عن إرادة الله فيه نوعين من إرادة الله فيه حاجة بنسميها إرادة الله السيادية المحتومة يعني إيه الكلام دا؟ يعني الكلام دا اللي قرر ربنا هيحصل هيحصل دا مش قضاء وقدر لا الله له مشيئة له إرادة له خطة له مقاصد هذه المقاصد مقاصد منذ الأزل والله هيتممها سواء الإنسان اشترك معاه أو رفض أو لم يرفض هي مقاصد هيتممها من ضمن مثلاً هذه المقاصد عشان أشرحها كويس أوي لحضراتكم مجيء المسيح وصل بيسوع المسيح لكي ما يكون فداءاً وخلاصاً لنا الله له مقاصد هذه المقاصد هيتممها الله لأنه هو اللي حطها وهو بقدرته اللي هيعملها عش كده في أكتر من شاهد بيأكد لنا هذه الحقيقة وأنا هقرأ يمكن يعني عدة شواهد لحضراتكم من مزمور 135 يقول لنا كده وعدد 6 كل ما شاء صنع في السماوات وفي الأرض في البحر وكل اللجج كل ما شاء الرب عمليه صنع إذا شاء شيء إذا أراد يصنع يتمم يقول فيكون ويأمر فيصير حطها لنا إشعياء أيضاً بكلمات أخرى لما بيكلم إشعياء في أصحاح 46 بيقول على لسان رب اسكر الأولويات منذ القديم لأني أنا الله وليس آخر لإله وليس مثلي مخبر منذ البدء بالأخير يعني من البداية أنا عارف إلا هيحصل الله لا يفاجأ بشيء الله يعلم كل الأشياء كويس منذ القديم بما لم يفعل قائلاً رأيي يقوم وأفعل مسراتي رأيي يقوم وأفعل مسراتي كمان في سفر دانيال النبي وفي أصحاح أربعة لما رب ضرب نبو خزنصر وعاقب نبو خزنصر قال هذه الكلمات في عدد 35 وحسبت جميع سكان الأرض كلا شيء وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الأرض ولا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل دي الله له إرادة له مشيئة وهذه المشيئة هيتممها هذه المقاصد بنسميها God's Decree اللي هي مقاصد الله منذ الأزل قبل أن يخلق حتى العالم طب يا أسيس أشوف ممكن تدينا مثال توضح لينا إرادة الله السيادية هذه أعلكم مثل بسيط جداً وإحنا هذه الأيام بنحتفل بميلاد ربنا يسوع المسيح بالكلمة الذي صار جسداً في نبوة موجودة في ميخة أصحاح خمسة وعدد اثنين هذه النبوة بتذكر بالتحديد مكان ميلاد المسيح أين يولد المسيح؟ في ميخة وفي أصحاح خمسة وفي عدد اثنين يكلمني عن هذه النبوة ويقول كده في هذه الكلمات اسمعوا حضرتكم أما أنت يا بيت لحم أفراته هو بيكلم بيت لحم وأنت صغيرة أن تكون بين ألوف يهوذة كمدينة أنت صغيرة لكن منك يخرج لي الذي يكون متسلطاً على إسرائيل وما خارجه منذ القديم منذ أيام الأزل يبقى أين يولد المسيح؟ المسيح هيولد في بيت لحم دي النبوة المعروفة خمسمائة سنة قبل ميلاد المسيح هذه النبوة معروفة ويوم المجوس أتوا إلى أرشاليم وقبلوا هيروديس وقالوا له إحنا جايين علشان ناسجد للمولود ملك اليهود جاب اليهود وقال لهم قلولي من الكتب المقدسة أين يولد المسيح فقالوا له سهلة جداً المسيح يولد في بيت لحم وعش كده ذهب وقتل الأطفال في بيت لحم يبقى النبوة دي الرب مكررها دي قرار الله دي مشيئة الله أن المسيح يولد في بيت لحم لما نيجي إلى قصة الميلاد نجد أنه مريم ويوسف ما كانوش عايشين في بيت لحم كانوا عايشين في الناصرة كانوا عايشين في الناصرة ومريم وجدت نفسها حبلة وهي في الناصرة وقعدت مريم فترة الحمل بتاعها كله وهي في الناصرة لو مريم ولدت في الناصرة يبقى النبوة دي ما تحقيتش لكن الله قال وقرر فهو قادر أنه ينفذ هذه الإرادة والمشيئة بقوته هو وبسلطانه هو طيب إزاي المسيح يولد في بيت لحم نقرأ عن كده في أصحاح اثنين من إنجيل لؤة يقول وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة وهذا الاكتتاب الأول جرى إسكانة كرنيليوس والي سوريا ربنا عمل إيه علشان ينفذ هذه المشيئة ربنا اتحكم في أكبر رأس موجودة في العالم في ذلك الوقت وقام يوليوس قيصر وأصدر قرار بأنه كل إنسان لابد أنه يكتتب يعني يعمل إحصاء لعدد السكان بالأسماء وعلى كل إنسان أنه يروح إلى المدينة اللي يتبعها مع أنه يوسف ومريم ما كانوش عايشين في بيت لحم لكنهم أيضا ينتموا إلى بيت لحم لأنه من سبت يهوز من بيت داود فاضطر يوسف غزبا عنه ياخد مريم الحامل التي قاربت على أن تلد وينزل بها إلى بيت لحم حتى يولد المسيح في بيت لحم هذه الإرادة الإلهية اللي متوقفة على سيادة الله وسلطانه الله ينفذها ينفذها وده اللي حصل في الصليب وده اللي حصل في المواقف الكثيرة التي نراها التي يصنعها الله الله له مقاصد ويتممها سواء أراد الإنسان أو لم يرد سواء اشترك فيها أو لم يشترك لكن الله هينفذ خطته ومقاصده اللي وعد بها دي الجزء الأولاني ده لأنا مش أتكلم عنه معنى أنا شرحته لحضرتكم بس أنا مش ده لأعايز أتكلم عنه النهاردة لكن هناك في إرادة الله الأمرة الله يريد لحياتي شيئا الله يريد من حياتي شيئا وأنا كشخص عندما أستقبل هذه الإرادة إما أن أنا أرفضها وإما أن أنا أقبلها إما أن أنا أطيعها إما أن أنا أرفض أن أطيع إرادة الله وده اللي هنتكلم عنه النهاردة عن إرادة الله الأمرة الله له خطة لحياتنا وإرادة الله ليست أمرا مخفيا ولا هي سر مبهم أنا مش محتاج أن أنا أسلك في طرق شيطانية لكي أعرف إرادة الله لحياتي لكن ما هي إرادة الله لنا زي ما قلت إرادة الله واضحة جدا لحياتنا كمؤمنين مع أن البعض النهاردة بيصورها على أن إرادة الله دي شيء معقد وأنه صعب جدا للإنسان أن يعرف إرادة الله وكأن الإنسان واقف على مفترك ترك أي طريق يسلك دي صورة غير معبرة عن إرادة الله ليست هكذا إرادة الله لنا كمؤمنين وليست أيضا هكذا شايفين الصورة التانية هي مجرد عبارة عن طرق دخلة بعضك لها متلعبك مع بعض أنت مش عارف أني طريق تسلك ليست إرادة الله هكذا إرادة الله زي ما قلت الله له غرض وهدف من حياتنا هل الله له غرض من حياتك؟ آه هل الله له غرض من حياتي أنا كإنسان؟ أيوة الله له غرض إحنا غليين جدا عند الرب ومهمين جدا عند الرب الله يريدنا أن نعيش بحسب مشيئتي عشان كده الرب يسوع علمنا لما نصلي صلاة ربنية نقول لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض الله يريدنا أن نعرف ما هي مشيئته ما أنا لو عايزك تعيش بحسب المشيئة دي لازم أجعل المشيئة دي معروفة عندك ما أقدرش يعني لو أنا عايز أعيش بحسب قوانين البلد لابد أن تقوانين البلد تكون متاحة لي عشان أعرفها مش حاجة سرية لو إدارة المرور عايزاني أعيش وأسوق سيارتي بحسب القوانين اللي موضوعة بتوفر لي كتيب اسمه قوانين المرور بعرف من خلالها أنه هي دي القوانين فهو ده صح فالله يريد مننا أن نسلك وأن نطيع مشيئته الله يريد مننا أن نحيا بحسب مشيئته الله أيضا جعل مشيئته معلنة طب أين أعلن الله مشيئته أعلنها في الكتاب المؤدس مشيئة الله معلنة في الكتاب المؤدس وأي حاجة تتعارض مع المكتوب ليست مشيئة الله وأي حاجة تتناقض مع كلمة الله فهي ليست مشيئة الله مشيئة الله معلنة لنا في الكتاب المؤدس عشان كده مشيئة الله عملة زي الطريق الواضح مستقيم طريق يؤدي إلى الحياة الأبدية طريق فيه سلام لما تسلك فيه فيه راحة فيه تمأنينة فيه نجاح فيه رضا فيه سلام مع الله وسلام مع الناس ما هي إرادة الله لنا؟ هل عمرك سألت السؤال ده؟ يا بختك لو سألته لو يا بختك لو سألته وربنا عايز مني إيه؟ إيه اللي عايزه الله من حياتي؟ يا بختك لو بتسأل هذا السؤال ليه؟ لأن السؤال ده مرتبط بكل جوانب حياتنا سؤال ده بيأثر على كل جوانب الحياة ربنا عايز مني إيه؟ إيه هي مشئته لحياتي؟ سؤال مهم لحياتنا الروحية وعلاقتنا مع الرب إزاي أعيش في مرضاته؟ إزاي أفعل مشيئته؟ إزاي حقك الغرض من وجودي كإنسان على هذه الأرض؟ كيف تكون حياتي مثمرة للرب؟ سؤال مهم لكن كمان سؤال بيؤثر في أبديتي إذا الله له مشيئة وأنا رفضت هذه المشيئة فده بيأثر على أبديتي وعش كده السؤال ده مرتبط بالأبدية مش بس بحياتي على الأرض لكن كمان بالأبدية وأنا اتشغلت أن أتكلم مع حضراتكم في أول حلقة من البرنامج عبر الكتاب عن هذا الموضوع لأنه فعلاً موضوع بيلمسنا كلنا بيلمس المؤمن وغير المؤمن بيلمس المسيحي وغير المسيح لأنه عايز أكلمك النهاردة عن مشيئة الله لحياتك عايز أقولك أن أنت غالي جداً للدرجة أن الله له مشيئة لحياتك ويريد أن تفعل هذه المشيئة وأن تحققها طب هاجي بقى للسؤال المهم ما هي مشيئة الله ليا؟ بيقول الكتاب المؤدس إيه عن مشيئة الله لنا كبشر إذا أسعفني الوقت أتكلم عن خمس حاجات واضحة جداً في كلمة الله ولا تحمل أي شك في فهم حقيقي أن هذه هي مشيئة الله لنا ويبخت الإنسان الذي يعيش ويسلك بحسب مشيئة الله أول حاجة مشيئة الله لنا هي أن نخلص الله يريد الإنسان أن يخلص الخلاص ودي بداية الطريق اللي من غيره ما فيش طريق اللي من غيره فيه حياة هالكة إلى الأبد الله يحب الإنسان ويريد من الإنسان أن يخلص بس إيه هو الخلاص؟ الخلاص هو الحرية من عقاب الخطيئة وسلطانها هتقول لي أنا أنا إنسان كويس أنا مش بعمل خطيئة لو أنا موجود معاك كنت حطيت عيني في عينك وكنت سألتك أسئلة كم فكرة شريرة تخرج من قلبك كل يوم كم من رغبة شهوة طمع أنا لا أتحدث عن عن ما تفعل أنا أتحدث عن القلب الذي تلوث بالخطيئة أنا أتحدث عن الحياة والموقف اللي أنت عايش فيه لأن أجرة الخطيئة موت وكلنا نحتاج إلى مخلص ونحتاج إلى خلاص عش كده الخلاص هو الحرية أن تتحرر من العقاب الذي عليك بسبب الخطيئة وأن تتحرر من سلطان الخطيئة وأن تنجو من الهلاك الأبدي الخلاص هتقول لي بس إزاي عرفت أنه مشيئة ربنا لي أن أنا أخلص أقول لك من كتير معدس كتير معدس فيه آيات كثيرة تحدثنا عن أنه إزاي دي مشيئة الله للإنسان أن الله يحب الإنسان للدرجة أنه لا يريد أن يهلك الإنسان هو يريد لي الأفضل كما يريد لك أنت أيضا الأفضل نقرأ كده نقرأ كده في تيموسوس الأولى 2 وعدد 3 و4 لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد يبقى دي إرادة الله ولا لأ نحن هنا بنتكلم عن إرادة الله ماذا يريد الله الله يريد أن الجميع أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون جميع الناس جميع الناس ده بتشمل كل إنسان جميع الناس بتشمل كل شخص من كل خلفية بيكلمش هنا عن جنسيات معينة ولا بيكلم عن لون الإنسان ولا ثقافة الإنسان هو يكلم عن جميع الناس أنا وإنت وكل إنسان الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون شيل جميع الناس وحط اسمك مكان جميع الناس الله يريد فلان أن يخلص فلانا أن تخلص الرب يريد أن يكون لك حياة أبدية أنا مش بكلم على على حضورك للكنيسة ما أنت ممكن تكون بتحضر كنيسة لكن بعيد عن الرب أنا بكلم على على إنسان فعلا نعمة الله افتقدته وغيرته وخلصته ونقلته من الظلمة إلى النور أنا بكلم عن الخلاص أشكده يقول لنا في بوتروس التانية أن الله لا يتباطأ عن وعده هو قال إنه جاي بس هو عتفكر إنه إنه قال إنه جاي والحد دلوقتي ما جايش فإنه ربنا بيتباطأ وإنه ده مش هيحصل فبيقولك لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ وما ليه لكنه يتأنى علينا يعني إن كان الله لحد النهاردة مدي لك فرصة فلأنه متأنى عليك طب ليه يتأنى علينا لأنه لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة أن يقبل الجميع إلى التوبة هو لا يشاء إنه حد يهلك بل أن يقبل الجميع إلى التوبة هو مش عايزك تهلك هو صابر عليك علشان مش عايزك تهلك هو مدينا الوقت دوًا علشان مش عايزنا نهلك لأنه يجي وقت وهيتقفل الباب هيجي وقت وهتبقى لا يتوجد فرصة حتى للتوبة وللرجوع علشان كده أحسن وقت إن الإنسان يقبل فيه الرب يسوع هو الآن اليوم هو عتأجل لبكرة لأن بكرة ده مش بتاعك تعرفهوش الله يريد أن جميع الناس يخلصون وهو لا يشاء أن يهلك أناس هو لا يشاء أن أنت تهلك أو أنت تهلكي شاهد التالت اللي بيقولينا عن مشيئة طيب بنشوف إزاي إنه إزاي دي إرادة الله أول حاجة إرادة الله لنا أن نخلص أن نأخذ حياة أن ننتقل من الموت إلى الحياة من الظلمة إلى النور من العبودية إلى الحرية عش كده رب يسوع قال لأن هذه هي مشيئة الذي أرسلني أن كل من يرى الإبن ويؤمن به تكون له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير دي مشيئة الذي أرسلني دي مشيئة الله إيه هي مشيئة الله أن نؤمن بيسوع المسيح لأنه لما نؤمن بالمسيح يسوع هيكون لنا حياة أبدية وفي نفس الوقت إذا موتنا بالجسد هو هيقيمنا في اليوم الأخير ده وعد الله لنا دي أول مشيئة واضحة كوضوح الشمس معلنة لنا في كلمة الله يبقى لما تسأل السؤال هو ربنا عايز مني إيه أقولك على طول لو أنت ما كنتش قبلت المسيح أقولك أنه ربنا عايزك أنت أولا أن أنت تخلص لكن إذا قبلت المسيح يا هنك هنيئا لك شوفوا كمان هنا رب يسوع في يحنى 6 بيقول لنا كلام في منتهى الأهمية بيقول لنا إيه وليس أحد صعد إلى سماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء طبعا آية ذاكية هتجنن الإخوة المسلمين يعني إيه ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء يعني الذي نزل من السماء صعد إلى السماء كان في السماء وما زال في السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء والتجسد لم يحد المسيح الكلمة الأزل وبعدين يقوليني وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبد اللي ما يعرفش معضو الحية النحاسية زمان شعب ربنا أيام لما خرجوا من أرض مصر وهم في البرية عاصوا الرب مرات ومرات وجيف مرة ربنا أراد أن يعاقب هذا العصيان وهذا التمرد على حياة شعب إسرائيل فبدأت فأرسل عليهم العقارب فكانت العقارب أو الحيات اللي تلدغوا كان يموت فصرخ الشعب إلى رب أن رب ينقزه ويخلصه فربنا قال لي موسى هات عصايا كبيرة ويعمل عليها شكل حية وعلقها من بعيد من ينظر إليها بإيمان يشفى يشفى فبيقول هنا ده الأنالوجي ده التشبيه فبيقول هنا زي ما موسى رفع الحية في البرية وكل من كان ملدوغ من حية نظر إلى الحية التي رفعها موسى في البرية بإيمان وشفية كويس هكذا أيضا أنه ابن الإنسان يرفع لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم يدين العالم يعني في مجيء المسيح الأول في تجسده ودخوله إلى هذا العالم لم يكن الغرض هو أن يدين العالم بل أن يرفع الدينونة عن العالم وهي كلمة أن يخلص به العالم يبقى مجين المسيح الأولاني في تجسده كان لكي ما يخلص العالم الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد وهذه هي الدينونة ما هي الدينونة؟ أن النور قد جاء للعالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة على أي أساس الله يدين الإنسان؟ أن النور قد جاء للعالم لكن للأسف الإنسان رفض النور وأحب الظلمة لأن أعماله كانت شريرة أو أعدا يتطبق عليك أو عليك يا بخت الإنسان اللي ربنا يفتح قلبه ويقبل خلاص الله في المسيح يسوع الله من محبته لينا مش بس أنه يريدنا أن نخلص لكنه قد أعد أيضا الخلاص لنا في المسيح يسوع كل من يؤمن بالمسيح يخلص وينجو ولا يهلك دي أول بقى تقول لي إيه هي مشيئة ربنا الحياتي؟ أقول لك أولا 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 أن تخلص ولا يمكن تختبر أي شيء آخر من مشيئة الله لحياتك إن لم تختبر أولا الخلاص في المسيح يسوع طيب ثانيا ما هي مشيئة الله الحياتي؟ كلمني عن الخلاص؟ أه كلمنا عن الخلاص وكلمنا عن بيسوع المسيح وإزاي إنه هذه هي مشيئة الله لنا لكن كمان في حاجة مهمة جدا مشيئة الله لنا أن نمتلئ من روحه القدوس أن نمتلئ من روحه القدوس أن يسود روح الله على حياتنا أو بمعنى آخر أن يمتلكنا روح الله أن تمتلك بالكامل فكرا ونفسا وجسدا من روح الله يقول لنا كده الرسول بوليس فانظروا كيف تسلكون بالتطقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة أيام شريرة غير مضمونة ويوحد فينا يقدر أن هذا يشوف إلى أي مدى الأيام غير مضمونة والأيام سريعة كل اللي ماتوا بكوفيد ما كانوش يعتقدوا أنهم هيموتوا بكوفيد كل اللي قتع على العالم السنة اللي فاتت ما كانش العالم مستعد له أيام شريرة غير مضمونة للصحة مضمونة ولا العمر مضمون ولا المال مضمون ولا وجود الأحباء حوالينا مضمون طيب إذا كانت الأيام شريرة وغير مضمونة ماذا يجب علي أن أفعل؟ ما هي مشيئة الله لحياتي؟ يقول هنا من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الله يعني الإنسان اللي مش فاهم مشيئة الله بيشبهنا الكتاب بالإنسان الغبي ليه؟ لأنه مشيئة الله معلنة موطحة موجودة أعلنها الله لنا في الكتاب المعدس لكن أنا لو مش عايز أعملها مش لأنها مش واضحة لا لا لأن أنا مش عايز أعملها يقول هنا ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلقوا بالروح إعلاقة السكر بالخمر والملء بالروح النقطة الجوهرية اللي بيكلم عنها رسول بوليس هنا هي نقطة التحكم في حياة الإنسان من الذي يتحكم في حياتك الإنسان الذي يسكر بالخمر ودي آية يمكن واضحة كمان للإخوة المسلمين إن المسيحية لا تنادي ولا تعلم بالسكر لم يسألون عن موقف المسيحية من الخمر يقول لنا هنا الإنسان الذي يسكر بالخمر إنسان يفقد تحكمه في حياته عارفين إن اللي بتفرج يمكن فينا على برامج الكابس والشرطة الأمريكية والآخر وفيه برامج كده بيسجلوها لايف وبيعرضوها من أكثر مواقف اللي ممكن واحد يعرفها ويتعلمها إنه زي لما يوقفوا واحد شارب تحت تأثير المشروب سكران وسيق عربيته وعلشان يعرفوا إنه إزاي إنه هو شارب ولا لأ فيه أكتر من حاجة في الاختبار الأول اللي بيعملوه لكن ممكن يطلعه الشخص برا العربية وبعدين يعملوه يرسمو خط كده مستقيم ويقولولوه امشي على الخط المستقيم لا يمكن الإنسان اللي واقع تحت تأثير الخمر لا يمكن إنه يقدر يتحكم في خطواته فتلاقيه مش قادر يمشي على الخط المستقيم اللي رسماش شرطة ليه فيسجلولوه ده ويحطولوه على فيديو ويقدمولوه المحكمة على إنه كان فعلا تحت تأثير الخمر ودي بتعتبر جريمة فالرسول بوليس هنا بيقول إنه الإنسان اللي بيسكر يفقد السيطرة على حياته لكن المؤمن اللي عارف المسيح من يسيطر على حياتي هو شخص الروح القدس وكان زمان طبعا مش هدخل فيه الخلفيات التاريخية لأهل أفاسوس والممارسات الوثنية التي كانوا يمارسونها لكن كان معروف من ضمن العبادات الوثنية في معبد أرتميس وغيره اللي كان موجود في أفاسوس إنه كلما سكرت كعابد في المعبد كلما سكرت كلما غبت عن وعيك كلما أيضا مارست الفحشاء مع الكاهنات اللي موجودين في المعبد كلما اتحت بالإله كلما صرت دائبا فيه دائبا فيه في الإله فبولوس رسولي بيقول لا 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 ده الوثنية الوثنية لكن إحنا عندنا حاجة مختلفة إنه الله بيمتلك الإنسان بل امتلئه من الروح القدس يعني إيه امتلئه من الروح القدس؟ يعني اجعل روح الله يمتلك حياتك يمتلك حياتك يمتلك فكرك يمتلك توجهاتك يمتلك جسدك يقدسه ويجعله هيكل لسكنة روح الله فيه امتلئه من الروح النقطة زي ما قلت الأساسية أنه من يتحكم في حياتك زي الإنسان الإنسان الذي يمتلئ غضبا ما نقول كده ده مليان غضب هذا الغضب يقود إلى تصرفات حمقاء قد تكون القتل أو أزيد إنسان أو أزيد نفسه الإنسان الذي تمتلك الشهوة أيضا تقود الشهوة إلى تصرفات حمقاء لكن عندما عندما يمتلكنا روح الله عندما يمتلكنا روح الله الروح القدس تصير حياتنا وتصرفاتنا بحسب مشيئة الله ده اللي عايزه أقوله لنا الرسول بوليس حياة المؤمن الممتلئ من الروح القدس فيها ضبط للنفس كنترول مين بيتحكم في حياتك؟ أنت؟ الله مش عايزك أنت تتحكم في حياتك الله عايز روحه القدس يتحكم في حياتك حياة ليست ضائعة بل مثمرة حياة اللي بتحكم فيها روح الله بتكون حياة مثمرة لأن كل ما تصنعه تصنعه بقوة روح الله الساكن فيك حياة أيضا سعيدة وفرحة شوفوا هنا بيورينا إزاي أنه لما الروح القدس بيسكن فينا وبيمتلك حياتنا حياتنا إزاي بيكون فيها هذا السامر مكلمين بعدكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية مترنمين ومرتلين في قلوبكم من الذي يضع هذه الترنيم والتسبيح في قلوبنا للرب؟ هو روح الله من الذي أيضا يعطينا أن نكون شاكرين شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب ومن الذي يعطينا أن نتعلم أن نكون خاضعين بعضنا لبعض في خوف الله هو روح الله هو روح الله لو حياتك مفهاش شكر فيها تزمر أعرف أن أنت مش ممتلئ من روح الله لو حياتك فيها تمرد وعصيان باستمرار أعرف أن أنت مش ممتلئ من روح الله لو حياتك مفهاش شكر وتسبيح وأغاني روحية مسبحا وممجدا لرب أعرف أنه في حياتك روح الله أيضا مش ممتلكك يبقى إرادة الله ليا كمؤمن إني أخلص إرادة الله ليا أيضا كمؤمن إني أمتلئ من روح الله أي تاني بقى؟ حاجة تالتة ومهمة إرادة الله هي قداستنا جبناها منين؟ جبناها من تسالونيكي الأولى وأصحاح أربعة ومن عدد ثلاثة إلى تمانية الله يريدنا أن نخلص ويريدنا أن نمتلئ من روح القدس لكن كمان الله يريدنا ويريد لنا حياة القداست لأن هذه هي إرادة الله إيه هي يبقى؟ قداستكم وهذه القداسة تظهر وتتبرها عندما تمتنعوا عن الزنا وأن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بكرامة بقداسة وكرامة لا في هوا شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله أن لا يتطول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر لأن الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم قبلا وشهدنا لأن الله لم يدعونا للنجاسة الله لم يدعونا للنجاسة بل في القداسة إذن من يرزل لا يرزل إنسانا بل الله الذي أعطانا أيضا روح القدس لبقى القداسة هنا جاءت مرتين أن هذه هي أرادة الله قداستكم لأن الله لم يدعونا للنجاسة بل يدعونا إيه؟ في القداسة طيب يعني إيه كلمة؟ قداسة اللي مقصود بالقداسة قداسة كلمة قداسة ومشتقتها قدوس ومقدس الأخر جاءت بس في العهد الأديم أكتر من تمنمائة مرة وجاءت بعدة طرق واستخدمت لتشير إلى أشخاص وأشياء وصف بها شخص الله نفسه إشعياء ستة عندما رأى هذه الرؤية قدوس 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 رب الجنود مجده ملء كل الأرض وأيضا وصف بها الكهنة اللويين الذين كورج والأنبياء الذين أقامهم الله على الخدمة في إسرائيل كما أيضا وصفت بها أماكن زي خيمة الاجتماع كانت مقدسة منطقة الهيكل أرشاليم العليقة المشتعلة وأيضا وصف بها أيضا أشياء زي تبوت العهد الزيت والبخور اللذان يحرقان في الهيكل وذبائح التي تقدم لرب وأيضا وصفت بها أزمنة زي يوم السبت وأيام الأعياد والأيام الخاصة بأي معنى الفكرة المحورية وراء كل هذه الاستخدامات هي فكرة الانفصال التميز يوم السبت بالنسبة لشعب إسرائيل يوم مقدس لي؟ لأنه ليس كباقي الأيام متميز عن باقي الأيام هو يوما للرب فيه نستريح من كل تعب ومن كل عناء كويس؟ فهو يوم مقدس هيكل الرب هيكل مقدس لي؟ لأنه ليس كالهياكل الوثنية هو مكان مقدس مختلف مميز المؤمنين أيضا بالرب يسوع مقدسين بمعنى مميزين منفصلين كويس؟ لكن أيضا القداسة تحمل معنى أبعد من مجرد الانفصال قداسة تشير إلى التهارة من الشر وتهارة القلب من كل نجاسة ومن كل إثم مش بس الانفصال والتميز لكن كمان التهارة والنقاء وعش كده لما يقول أنه إرادة الله من جهتكم هي قداستكم مش معناها بس أن أنا أبقى مختلف عن الناس لا أن أنا أيضا تبقى حياتي خالية من أي نجاسة ومن أي خطيئة ومن أي شر هذه هي أرادة الله وإنت بتدخل سنة جديدة يا ترى أنت داخل بخطايا وبأثام ممتلكة قلبك ولا أنت تحررت من هذه الخطايا والأثام وتركتها وقدست حياتك للرب ده معنا القداسة عش كده لما يكلمني الرسول بوليس يقول لي القداسة في حياتنا كمؤمنين بتظهر في أكتر من جانب مش مجرد كلمة القداسة ليست لقب تمنحه الكنيسة لأشخص ما أنه هذا صار قديس لا 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 القداسة هي المفروض حالة المؤمنين حالة جماعة الرب منفصلين مميزين مقدسين وطاهرين من كل خطايا عش كده بتظهر في حياة المؤمن بأكتر من جانب الرسول بوليس اتكلمنا عنهم أول حاجة الابتعاد عن الخطايا الجنسية أن تمتنعوا عن الزنا بكل أنواعه بكل ما هو يعتبر خطية جنسية ارتكبتها بالعين أو ارتكبتها بشهبة القلب أو أنك ليك علاقات خاطئة أن تمتنعوا عن الزنا وأنا عارف أنه دي أكتر الحاجات النهاردة يمكن في عالمنا العربي وفي حتى في مصرنا العزيزة من أكتر الأشياء اللي هي مدمرة للمجتمع هي العلاقات الجنسية الخاطئة يمكن السوشيال ميديا ساعدت على كده ساعدت على التواصل الغير مشروع وساعدت على إقامة علاقات غير مشروعة وساعدت على إن إنسان يعمل حاجات في الخفاء لكن أحبائي قداسة مهمة ومظهر من مظاهرها هو الإبتعاد عن الخطايا الجنسية أن تمتنعوا عن الزنا كل ما هو أدلتري زنا روحي وجسدي خطايا الجنسية مهم جداً لنا أن نتطهر ودي أكتر حاجة عدو الخير بيدرب فيها كثيرين النحار كمان القداسة بتبين في العلاقات الزوجية صحيح يقول لنا أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة كلمة إناءه هنا كانت تشير إلى جسده أن يقتني جسده أن يكون جسده مقدس ويكون في كرامة وما يجريش وراء الشهوات الجسدية زي الأمم وقد تشير أيضاً إلى جسده الزوجة جسداً واحداً أنه زي إنه إنه العلاقة الزوجية الصحيحة لا في هوا شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله لكن كمان الابتعاد عن الشهوة والطمع أن لا يتطول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر الشهوة والطمع رابعاً إرادة الله لنا يبقى شوفنا إرادة الله أن نخلص إرادة الله أن نمتلئ من روحي القدوس إرادة الله أن نكون في حياة القداسة لكن كمان إرادة الله هي أن نعيش في خضوع أن نخضع ربنا حطنا في مجتمع أنا مش عايش لوحدي أنا عايش في مجتمع المجتمع ده قد يكون أسرة قد يكون كنيسة قد يكون بلد واحدة من الحاجات اللي تساعدنا على أن إحنا نعيش أيامنا بمخافة الرب كويس؟ هي أن نتعلم الخضوع وعش كده كتاب يكلمني عن أن نخضع لله مهم جدا أني أكون خاضع لله وأن نخضع لبعضنا البعض أن نتعلم الخضوع بعضنا البعض أن تخضع الزوجة لزوجها أن نطيع مرشدين آه مرشدين في الرب قاد الروحيين لربنا أوجدنا معاهم وأن نخضع للرؤساء طب أنا جبت الكلام ده منين جبته من كلمة ربنا أنا ما جبتهش من عندي كلام ده موجود في الكتاب المعدس الخضوع جزء مهم جدا من إرادة الله للإنسان لأنه أوجدني ككائن في علاقات موجود مع الآخرين ومش ممكن يكون فيه سلام ولا وقام سواء في الأسرة أو في المجتمع أو في البلد أو في الكنيسة دون أن نتعلم الخضوع والخضوع برهان الاتضاع عاش كده يقول لنا إيه فاخضعوا لله نعم اتضعوا قدام الرب فيرفعكم وبعدين يقول أيها النساء اخضعنا لرجالكنا كما للرب ده إرادة الله وبعدين يقول لنا خضعينا بعضكم لبعض في خوف الله طبعا الفارق بين الخضوع والخنوع الكبير لكن ده مش موضوع لكن أتكلم على أنك تخضع أطيعوا مرشديكم واخضعوا كمان فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب خضوع ربنا عايزنا بقى في سلام مع الآخرين التمرد عمره ما بيأتي بسلام التمرد بيمزق العلاقات العناد بيمزق العلاقات تصلب الرأي بيمزق العلاقات الكبرياء بيمزق العلاقات عاش كده الخضوع هو برهان الاتضاع أن نخضع للرب وأن نخضع لكل من أوجده الرب في حياتنا في علاقة لكي ما نعيش في سلام خضوع آخر حاجة أحبائي هي أن نكون شاكرين أن نشكر إرادة الرب ليك في سنة جديدة أن تكون شاكرا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم والإنسان الذي يشكر هو إنسان يعلن ثقة في الله ويعلن ثقة في صلاح الله ويعلن ثقة في محبة الله ويعلن ثقة أيضا في قيادة الله لحياته هو يعلم حتى وسط الظروف الصعبة اللي بيمر فيها ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير هناك إله هيحول وهناك إله يستطيع أن يحول كل شر لخير أولاده اشكره في كل حين التزمر بيفقد الإنسان سلامه التزمر بيخلي الإنسان ما يبصش على ما يصنعه الرب معاه لكن دايما يبص على اللي نقصه ويقارن الإنسان نفسه بالآخرين إن أحباء الشكر نعمة يشكره في كل شيء عايز تعرف ما شيء طلال حياتك السنة دي لو أنت بعيد عن المسيح أول حاجة أنك تخلص أنك تخلص تعرف المسيح يسوع لو أنت مؤمن ربنا عايز لحياتك أن أنت تمتلق من روح الله ربنا عايز لحياتك أنك تعيش القداسة ربنا عايز لحياتك أنك تكون خاضعة ربنا عايز لحياتك أنك تكون شاكر أصلي أنه دي تكون في حياتنا كمؤمنين وأن رب يعطيكم نعمة وأوة لكي ما نقضي أيامنا هذه وسنيننا اللي جاية في خوف الرب وفي عمل مرضاته كل سنة وحضراتكم طيبين وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم ترجمة نانسي قنقر